بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 الوحدة السابعة قياس الأداء Performance Measurement محتوى هذه الوحدة أولا قياس الأداء في مراكز المسئولية اللي هم ثلاثة مراكز التكلفة ومراكز الربحية ومراكز الاستثمار ثانيا أسعار التحويل وعندي طرق تحديد أسعار التحويل عدة طرق فيه طرق تعتمد على أسعار السوق فيه طرق تعتمد على التكلفة فيه طرق أخرى وعندي ثالثا أمثلة تطبيقية نبدأ بداية مع أولا قياس الأداء في مراكز المسئولية Performance Measurement in Responsibility Centers يعتمد قياس الأداء على تحديد مسئولية تحديد مسئولية كل وحدة أداء جزئية اللي هي بتسمى مركز المسئولية وتحديد المعيار المناسب لقياس الأداء المعيار هنا بيكون تركيز على المعيار المالي مع التعرف على أسعار التحويل مراكز المسئولية الثلاثة أرموعة زي ما قلنا مراكز تكلفة مراكز ربحية مراكز استثمار في مراكز التكلفة تنصب سلطة رئيس المركز على جانب التكاليف فقط في مراكز الربحية سلطة رئيس المركز تزيد شويه تنصب على جانب التكاليف وجانب الإيرادات في مراكز الاستثمار السلطة رئيس المركز تزيد أكتر وأكتر حسن تنصب على جانب التكاليف وجانب الإيرادات والأموال المستثمرة نبدأ بأول نوع اللي هو مراكز التكلفة مفهوم مركز التكلفة هو دائرة نشاط يحاسب مديرها عما يحدث بها من تكاليف أن تكاليف بقى اللي يمكنه التحكم فيها وتدخل في نطاق سيطرته ورقبته قياس الأداء لمركز التكلفة نقيس الأداء إزاي؟ يعتمد قياس أداء مركز التكلفة على التكاليف المعيارية ثم تحديد الانحرافات بين التكلفة المعيارية والتكلفة الفعلية مع فصل التكاليف التي لا يمكن التحكم فيها uncontrollable cost واستبعتها من عملية تقويم الأداء عن التكاليف التي يمكن التحكم فيها uncontrollable cost التي تدخل في قياس أداء مركز التكلفة سؤال أحد الأساليب التالية تستخدم لتقييم الأداء الإداري بمركز التكلفة هل العائد على السمار ولا نسبة صفر ربح ولا فترة استرداد ولا تحليل الانحرافات؟ لسا احنا حالاً أيلين أن مركز التكلفة تعتمد قياس الأداء فيها على التكاليف المعيارية وطالما بقى فيه تكاليف معيارية بفيه تحليل الانحرافات يبقى أنه واحدة في دولة أكيد دال أكيد الإجابة الصحيحة دال ترجمة نانسي قنقر